تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع مجموعة RMFur Arab في تويتر ويوتيوب ورابط الريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم اللي بتجي بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتس التعادل اللي يعتبر ضربة قوية جدا لحسابات ريال مدريد في سعيون الحفاظ عن اللقب لأنه فوس برشلولة وقتلتكم مدريد بكرة بيعني فارق أكبر أسبوع أقل نحو النهاية حنودخل بتفاصيل هذا اللقاء بس بعد ما تشتركوا بقناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال أفكار المحتوى وتتركوا لايك عشان تساعدونا بالانتشار كل المؤشرات كانت تحكي مباراة اليوم مهمة مباراة اليوم ممكن يتعثر فيها ريال مدريد ريال بيتس أمام فرق كثيرة كبيرة في الفترة الأخيرة كان صعب مع برشلولة الصعب بتعادل مع تلتكم مدريد وحققتها الجيدة أمام فرق كبيرة في الدورة الإسبانية ثانيا فرق عنده لاعبين كبيرة يعني هيك مباريات مش كثير حتوتروا مش كثير حتخوفوا على الأقل في أجواء غرفة تغيير الملابس وبالإضافة لأنه من أحسن الفرق اللي بتمسك كرة وبتملك كرة في الدورة الإسبانية هذا الموسم معناها استنزاف لوقت الخصم استنزاف لريال مدريد زمنيا وبدنيا كل المؤشرات كانت تحكي الريال اللي داخل وهو مجهد بدنيا بضغط المباريات وبيفكر بتشيلسي حيواجه مباراة مش سهلة وهذا اللي حصل فعلا رغم أنه الريال اليوم بدأ بيلعبين خبرة استعادهم فاران كارفا خالب شفنا مودريدش موجود وأيضا اللعبين يعني يعتبروا أصبعوا خلص متعودين على المباراة الدورة الإسبانية اللي بيحاول الريال يجيب فيها النتيجة بأقل التكاليف أسنسيو بنزي مع إسكو فكان في أسماع في أرض المرعب المفروض تقدر تدير هذا اللقاء وكان أيضا هناك خبر مهم عودتها زارت للدكة بالنسبة لزين الدين زيدان أول ربع ساعة ربما أعطت مؤشر أنه الريال اليوم مش هيخلص التسعين دقيقة بالشكل اللي بدي ياجه مهوره أول ربع ساعة كانت محبطة لكل جماهير كرة القدم نتكلم يعني ممكن نشوفنا ريال بيتس عم بيملك الكرة في شكل أفضل ثمانية وخمسين بالمية مقابل اثنين واربعين بالمية أول ربع ساعة لكن ربع ساعة كاملة بيلاق أي تزديدة على المرمين بيلاق أي خطورة على المرمين شي بوريك أنه بيتس ما حيكون عنده مشكلة بالتعادل ما رح يندفع لو شاف ريال مدريد مش بيومه وبنفس الوقت بوريك أنه ريال مدريد اليوم مش مرتاح مش مستعد للتضحية البدنية خايف ربما من الإصابات خايف ربما من رفع أيضا نسميه مستوى الإرهاق لإله قبل مباراة دوري أبطال أوروبا حاول يدير اللقاء بأنه يفوز بأقل التكاليف ولكن هذا الشي ما صار وبعد هذا الربع ساعة المحبطة شفنا ريال عم بتحرر من هذا الإحباط شفنا عم بزيد من ضغطه العالي عم بيسمح للأظهر تتقدم شوي مودريد شكاسيميرو عم بيضغطوا للأمام شوي عم بيخلقوا فرص عم بيملكوا كرة عم بيخلقوا فرص لكن ما كانت كافية للفوز طوال اللقاء ريال افتقر لشغلتين واضحات جدا في الشوط الأول والثاني الشي الأول واضح للجميع جدا البطء الفريق بطيء جدا بالكرة وتدويرها والفريق لما كان يسرع الكرة شوي كان يقدر يوصل لمنطقة الجزاء بس هذه السرعة كانت متقطعة للغاية ممكن تشوفها دقيقة وتغيب عشر دقائق فلعبة ريال بيتة سيرجعوا يرتبوا أمورهم ياخدوا نفسهم ويستنوا الهجمة اللي بعدها أيضا شيء آخر مهم جدا لاحظنا حركية لعبة ريال مدريد محدودة للغاية يعني انت كنت تشوف اللعب بمرر وبيضل مكانه ممكن اللاعب يتحرك والباقين كلهم مكانهم جامدين هذا الشي كان يسهل جدا مهمة ريال بيتة سب الرقابة مدام أنا ماسكو هو وقف أنا مش هفكر ما في مساحات حتنفتح تدوير الكرة من اليمين لليسار اليوم مش موجود أبدا في ريال مدريد وهو أحد أهم نقاط قوته باتجت إنه الكرة بطيئة والحركية محدودة وزاد من الطين بلق إنه مستوى أسنسي ورودريغو محدود جدا اليوم اللاعبين ما عم بيبادروا ما عم بيفتكروا كل شيء بديم يعملوه إحنا عارفينه قبل ما يبلش يلعبوا واضح وسطهم الكرة هيعملوه هيك وهذا الشي عارفينه لعبة ريال بيتة س أيضا فكان مقروق فكانت الأطراف عند ريال مدريد مش قادرة التصدم الخصم ومع وجود اثنين مراكزين مع بنزيمة كانت الأمور أسهل وأسهل على ريال بيتة س وكان واضح في كل فترات اللقاء إنه ريال مدريد عم بيعاني في معركة الاستحواذ مع بيتة س وبنيمسك الكرة وبدو يضلوا بأقل رتم وبدو يدخلها شوي شوي للترث الأخير ويدور على هدف لكن ريال بيتة س مكان عم بيسمح له بسيطرة واسعة ريال بيتة س حتى لما شاف شط ثاني ريال مدريد عم بيحاول يعمل هذا الشيء شفنا طلع وحاول يهجم وصنع فرص أخطر من ريال مدريد شفنا عم بيقدم وشفنا عم بيدور الكرة أكثر الريال ما كان قادر يمنع ريال بيتة س من فكر تدوير الكرة بيتة س اللي ربما رهن على جناحه الأيمن المكسيكي دياغو وكان يوصل له الكرة ويراوغ شوي وبعدين يدور لكن ريال مدريد كان دائما فاشل بإمنه يمنع ريال بيتة س يجد زوايا التمرير المريحة في الثرث الثاني فيرفع من نسبة استحواذه ويقرب على مرمى ريال مدريد معركة الاستحواذ كانت تعني وقت بروع ريال مدريد ووقت بيكسبوا بيتة س بل بالعكس ويهدد مرمى ريال مدريد واللي بوضح لك انه الريال كان عنده مشكلة اليوم بالطاقة بالحركية بالفريق المرتدات تاعت بيتة س بشوط ثاني يعني مواجهات واضحة امام المرمى ارتداد من الهجوم للدفاع بطيء للغاية لمستوى لما تشوف هاي الفرص بتقول الريال ما تعثر اليوم الريال كسب نقطة فعليا بدل ما يخسر ويأخذ لريال بيتة س صراحة ثلاث شغلات اليوم اولا انه لما شاف الريال نازل مطمع وهنا دائما نضرب الخصوم مع ريال مدريد لما يشوفوه بنزل بمستوى بطمعه فبينضربه مطمع ظلوا هادي ظلوا منضبط في كثير اموره ثانيا كان واضح جدا بلا اخطاء دفاعية اللي عبين مركزين 100% والشي الثالث بالكرات الهوائية كان متفور ثلاث اسباب اعطت بيتة استعادل بكل جدارة واستحقاق شفنا الريال ايضا تحول 3 اربعة اثلاثة مع دخول مارسيلو ادريزولا بس ما تحسن كثير انه المشكلة اليوم ما كان مشكلة شكل فريق كان مشكلة محاور وسط مش قادرة تدور الكرة زي ما هي متعودة مفيش افكار حقيقية قادرة تفاجئ الدفاع في الامام حركية محدودة بين اللاعبين الكل على الواقف عم بيلعب وبالتالي الشكل ما كان مشكلة اتوقعت لما ينزل هازار وبلانك ويتحسن الوبع اتحسن شوي بس مش بمثيل كفاية لما يكون ضاين ربع ساعة على نهاية اللقاء هل المسألة مسألت ارهاق اليوم؟ ربما بس هل المسألة كانت محاولة ريال مدريد يختم الموسم زي ما ختموا الموسم الماضي تقريبا بهذا الاداء وخطف هدف هون وهون ايضا ربما لكن الاكيد ان الريال اللي شوفنا اليوم لو ظهر امام تشلسي حيعاني كثير حيعاني للغاية الريال محتاج طاقة افضل ذهنية افضل ومسألة تدوير الكرة بهذا الشكل الضعيف البطيء حيكون صيد سهل امام تشلسي هاي المباراة لا يحكم عليها بدور الابطال والريال اكثر من علمنا انه متشوفش الدوري وتقارنه بالابطال بس الاكيد انه الفريق اللي قدم مباراة ممتازة مع قادش اليوم ما قدر يقدم نصف ذلك المستوى وخلينا نشوف شو بده يقدم مع تشلسي هدوء بيتس يحسب له انضباط بيتس يحسب له مباراة من المباريات الصعب جدا على ريال مدريد وبيتس اللي عثر اتلتكو درجة يعثر ريال مدريد وكأنه بده يعطي الدوري لبرشلونة خلينا نشوف شو نهاية هذا السباق بنوصل هنا لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد اوال موجود فيسبوك تويتر انستجرام وضروري جدا التابعوني على سيفي سبورت في يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله